السيد هيثم قمحية وهو مدير عام كابيتال بانك للأردن سيد هيثم بداية أهلاً ومرحباً بي أسألك مباشرةً أنتم لديكم وحدة في العراق البنك الأهل العراق يريد أن أعرف منك حجم مساهمتكم في هذا البنك وأيضاً مساهمته في نتائج أعمال كابيتال بانك للأردن نعم الكابيتال بانك يملك حوالي 80% من راسم المصرف أهل العراقي وبنك أهل العراقي والبنك الأردن الوحيد اللي عنده شركة تابعة أيروبا العراق النتائجه كانت جيدة جداً نتائج البنك خلال سنة 2012 كانت 31 مليون دولار تقريباً وحوالي 10 مليون دولار منهم اشتغلناهم بالبنك أهل العراقي بالعراق يعني كان بوابة للعراق بالضبط يعني هو الأردن بشكل عام هو بوابة الشغل في العراق وكون البنك الأردني الوحيد اللي له شركة تابعة أيروبا بنك في العراق وبالتالي يعني عم بفيدنا كتير بالشغل تبعنا تنوع الأنشطة في العراق يعني هل تخدون في كل أنواع الأنشطة التجزئة المصرفية وتمويل التجارة إلى غير ذلك؟ كما أنكم تقتصرون على أنماط معينة من التمويل؟ لا هو احنا تركيزنا في الوقت الحاضر على التريد فانانس على تمويل التجارة كونوا فيه بالأردن جزء كبير من رجال الأعمال العراقيين وعم نعمل كتير من الكروس بوردر تريد اللي عم يصير بين الأردن والعراق بنفس الوقت لسه القطاع المصرف العراقي بدو تطوير كتير لأنه معظم وداء العملاء بالعراق مركزة في البنوك الحكومية يعني البنوك الحكومية بالعراق فيها حوارة 90% موداء العملاء و10% عام تتحاول تغطيه بنوك الأهلية الخاصة بس وبالتالي تركيزنا في الوقت الحاضر على التريد فانانس نعمل شوية قروض للريتيل بفروع للمختلفة عنا فروع بكردستان العراق ثلاث فروع وفي الجنوب في البصرة في فرعين وفي الوسط بغداد في ثلاث فروع كمان وفي بكربلة والموصل كنا نتحدث قبل الهواء عن فرص الاستثمار في القطاع المصرفي هناك عملات استحواذ كثيرة تتم في المنطقة العربية خاصة في القطاع المصرفي أنتم كابتال بنك ربما ثالث أكبر بنك من حيث رأس المال في الأردن كيف ترون فرص الاستثمار في القطاع المصرفي العربي شوف القطاع المصرفي العربي قطاع قوي ولابد من التكامل وبين البنوك في الدول العربية المختلفة لأنه أبحكي على الأردن من التحديد لأنه خبرتنا هون أساسا طبعا الاقتصاد الأردني مهما كبر يكون اقتصاد صغير مقارنة مع الدول المحيطة فيه يعني حوالينا للسعودية والعراق وسوريا دول كبيرة وبالتالي يعني دائما ضمن استراتيجيتنا بكابتال بنك الاندماج الاستحواذ هل شايفين فيه فرص محددة للاستحواذ في المنطقة؟ هلأ أنا برأيي من العام بشوفه طبعا المنطقة مرأت بالربيع العربي ولسه بتشوف عدم استقرار في أكثر من دولة عربية للأسف وبالتالي رأس المال القطاع الخاص تعرف رأس المال الحر جبان وبده استقرار سياسي وبده استقرار اقتصادي رؤية واضحة اللي احنا شايفينه بلعن بصير معنا العراق بقدرته باقتصاده الكبير قدرته للتصدير النفط بشكل كبير يعني الان العراق عم بصدر 3.2 مليون بارلز ادي وعم بحكوا على مضاعفة 3 مرات القدرة التصديرية تبعته خلال 4-5 سنوات وبالتالي يعني برأيي التكامل المصرفي بين الأردن والعراق هو برايوريته هل عندكم نية لزيادة رأس المال البنك أو زيادة حصيتكم في البنك؟ نعم رأس المال المصرفة في هذه العراق الآن هو 150 مليار دينار عراقي يعني حوالي 140 مليون دولار مفروض بايلو بحسب القانون بالعراق يرتفع إلى 250 مليار رح ندفع حصتها في رأس المال وحتى لو أدى ذلك إذا ارتفع حصتنا في رأس المال في نسبة من 80% لأكثر من 80% معنا مشكلة ويعني بنعتقد بأهميته الاستراتيجية لكابتال بانك دور يدول الزمن اللي زيادة رأس المال؟ خلق بينهو لنهاية السنة يعني احنا خططنا نرفع رأس المال بنهاية 2013 المتغيرات السياسية الحاصلة في المنطقة العربية وتأثرها على القطاع المصرف يعني الكل ينظر إلى القطاع المصرف على أنه هو المخلص هو الذي لديه الأموال واللديه السيولة هو الذي يستطيع انقاذ الاقتصادات العربية هل تتفق مع وجهة النظر هذه؟ شوف هو له دور مهم لا شك بس الدور مش دور المصارف دور رجال الأعمال كمان المصارف هي بتدير حسابات العملاء لديها السيولة التي لا توجد حتى في خزائن الحكومات صحيح مظبوط صحيح بس دي سير فيه توازن بين المتطلبات الربحية والعادة على رأس المال والمخاطرة وبالتالي يعني البنوك عندها القدرة على توميل الاستثمار وتوميل التجارة وتوميل الصناعة وسوى لكن إذا توفر الاستقرار الأمني واستقرار السياسي في الدول التي تستثمر فيها وإذا توفرت الأمور هاي كلها هتلاقي البنوك تقود عمليات الاستثمار دفنت لي بطريقة كبيرة سيسم الأردن حاله كحال معظم الدول العربية يعاني مشكلة البطالة والكل يتحدث حتى هنا في المنتدى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي التي يمكن أن تشغل وتحل مشكلة البطال ودائما يلام القطاع المصرفي بأنه لا يمول هذه المشروعات البعض يعتبر أن المخاطرة فيها مرتفعة لماذا لا يتم التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ أولاً تمويل شركات الأساميز أو الصغيرة والمتوسطة الحجم مهم جداً بالأردن 60% من الوركفورس من الأيد العاملة تشتغل بقطاع الأساميز في مصر 80% 80% دفنت وبعدين وحوالي أكثر من 50% من الجي دي بي تبع الأردن بطلع عن قطاع الأساميز بس للأسف قطاع الأساميز مش عم باخد أكثر من 20% من التمويل المتاح بالسوق هذا الحكي ناتج عن أكثر من الشغلة أولاً الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عادة توفر الضمانات عندها للقروض أقل من غيرها توفر الإدارات المالية عادة الشركات تكون حجمها صغير لا تستطيع تعين مدرأ ماليين كبار أو إدارات مالية قوية هلأ إحنا بالأردن يعني أكثر من تعليمات بالبنك المركز الأردني لتنشيط موضوع تنويل القطاع الشركات الأساميز وإحنا بالتحديد بكابتل بانك كنا نشيطين بهذا المجال وقعنا التفاقية مع الوكالة الفرنسية لإنماء لتنويل الجرين فانس للأساميز وحننوقع لأسبوع الجاي التفاقية مع الوكالة الأسامية لصقف تمويل وصقف ضمانات لتنويل الأساميز وبالعكس ما في اقتصاد ينمو بشكل متسارع بدون دعم قطاع الأساميز أشكرك شكرا جزيلا سيد هايسان قمحية مدير عام كابتل بانك الأردن